الله فيها كلام كتير أو ابن سيدنا القضاء يتكلم في هذا الأمر كلاماً رائعاً ولذلك نبدع كل المدارس العلمية إلى تدريس هذا الكتاب لمعرفة الذات المحمدية معرفة صحيحة بعيداً عن الشطط والتنطع يعني وبعيداً أيضاً عن ضياع حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك يبقى مش عايزين حد يتصرع قبل ما يبحث قبل ما يتكلم شفت أول إمبارح مزيعة من دولة عربية حد بيقولها ده فلانة قالت كذا قالت ما فلانة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا رغم أن أنا ما سمعتها شوية بتقول طب أنت لما ما سمعتيش بتتكلم فيها قال إيه ده اسمه التصرع التصرع يبقى إيه أتعلم دلوقتي أتعلم دلوقتي قبل أن أتكلم أفكر يبقى أفكر العقل يشتغل قبل ما أقول قبل ما أتكلم يعني أنا لما أجيلي الكلمة أعمل فيها إيه أخذ الكلمة وحللها وبعد كده وبعد ما حللها أصدر الحكم ثم أتكلم يبقى أول حاجة كلمة أسمعها أحللها وبعد ما أحللها أصدر الحكم عليها ثم أتكلم أما أن الإنسان يتكلم من غير ما يتفكر ومن غير ما يتأمل ومن غير ما يعرفه وراح يعمل إيه هيتصادم بمجتمعه هيتصادم مع ناسه هيتصادم مع أمته خلي بالكم بقى هم دلوقتي بالتخطيطات عندهم إيه؟ هو لا يريدك أن تحرر المسجد الأقصى إنما يصنع لك حرب في سوريا يصنع لك حرب في السودان يصنع لك حرب في العراء يصنع لك حرب في ليبيا يصنع لك حرب في كل هذه الدول في اليمن يصنع لك كل هذه الحروب علشان أنت القوة البشرية اللي عندك من الشباب والمثقفين والعلماء والمفكرين والمبتكرين لهم هينهضوا ببلادهم ويستطيعهم بعد ذلك أن يحرروا يعني المسجد الأقصى يوم هم يصنعوا الحروب ويبدأوا يعملوا خطط للشعوب دي وتبدأ الشعوب دي تأخذ هذه الخطط وتبدأ إيه؟ بدل ما هي تروح تحرر لا يقوم رايحين مثلا يتقتل نص مليون في سوريا يتقتل نص مليون في العراء يتقتل 2-3 مليون في العراء يتقتل مليون في السودان يتقتل 2-3 مليون في ليبيا خدت بالحضراتكم دي القوة بتاعتك أنت بتنفذ اللي هم عايزينه منك وبدأت أنت ما تبقاش أمن وأمان لمجتمعك ولا أمن وأمان لأمتك ولا أمن وأمان لتحقيق الهدف الجميل وهو تحرير المسجد الأقصى أنت ما بقيتش ده أنت بدأت تنفذ كل حاجة تدمر مجتمعك وفي الآخر تقول إيه؟ وإسلام الله أكبر والله أنا شفت ولد من جابعة النصرة ماسك ولد من داعش فماسكه من شعره كده وماسك سكينة بتاع جابعة النصرة ده يقول لهم إيه؟ تكبير يقوم التانيين يقول له الله أكبر واللي تحت يقول أشهده أن لا إله إلا الله وأشهده أن محمد رسول الله والكابتن تكبير تشوف الغباء والتخلف وتشوف قد إيه؟ سيطارة الأفكار السلبية على العقول حتى جعلت الأخ يقوم بقتل أخيه حتى جعلت المواطن يقوم بقتل مواطنة مواطنه تشوف حاجات ده كله إيه؟ ده كله تخطيط يتعملك وأنت أم تتدمر مجتمعك ووطنك وأمتك طب المطلوب إيه؟ خلي بالك خلي بالك يتقلق إيه إذي وطنك ده وطنك ما بيعملش أوعد تسمع كلام حد فتبينه تبين أيضا لما يبدأوا يعملوا خطط خطط وروح حارب في البلد الفلانية ويعمل بلد الفلانية ويبعدك عن بيت المقدس وينسيك قضية بيت المقدس وإنت بقى إيه؟ تتبع كلامهم وإيه؟ والله أكبر وإن هنا في أرض الإسلام يدخلوا عندنا في سيناء يقتلوا أولادنا ويدبحوا شعبنا وبعدك إيه بتعمل كده لي يا ابني؟ قال أتخلص من الظالمين الأول ثم أذهب إلى بيت المقدس وحرره طبعا الحاجات دي كلهم صناعة إجرامية بعد ما خلص دورهم كلهم دلوقتي محدش فيهم موجود لأن دورهم يعني الدور اللي قاموا بيه في السنين اللي فاتت